يروى أن حبيب العجمي وهو من الزهاد الصالحين كان ملازما للإمام الحسن البصري يخدمه ويتعلم منه وذات ليلة شديدة البرد والمطر تأخر حبيب في إحضار العشاء جاء الإمام الحسن البصري وسأله أين العشاء يا حبيب؟ هل كان الجوع؟ فقال يا إمام لقد جاء مسكين فعطيته كل ما عندنا لأن سمعتك تقول أن الإيمان وأن يكون ما عند الله أوثق عندك مما في يدك فقال البصري يا حبيب إنك رجل كثير اليقين قليل العلم لو أعطيته النصف وتركت لنا النصف الآخر نتقوى به وبينما هم كذلك إذا بأحد يطرق الباب ففتح حبيب الباب فإذا بغلام يحمل إناء كبير مليئ بما لذ وطاب وقال هذا هدية من سيدي فتبسم حبيب وقال يا إمام إنك رجل كثير العلم قليل اليقين فتبسم الحسن البصري وقال يا حبيب قدمناك ولكنك سبقتنا اللهم ارزقنا اليقين واجعلنا من المتقين مجمع الزيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم مجمع الزيرتوب